شهر كامل بأيامه ولياليه والشارع السوداني منتفض ضد حكومة الرئيس عمار البشير حراك قطع محطات عدة وارتفعت خلاله آمال السودانيين بإمكانية الوصول إلى المحطة الأخيرة التي تطيح بنظام الحكم وتضع حجر الأساسي لسودان جديد حراك أشعله الغضب ضد غلاء المعيشة وترد الواقع الاقتصادي كانت شرارته الأولى من مدينة عبطرة ثم بورد سودان ما لبث أن شمل كافة المدن والبلدات بانتفاضة شعبية عفوية بدأت تأخذ منحا تنظيميا بعد أن تبنتها الأحزاب المعارضة متجاوزة خلافاتها ومتحدة تحت مظلة خاصة لإدارة العمل الثوري أحزاب أخرى كانت شريكة بالحكومة سارعت إلى الانسحاب وانحازت إلى الاحتجاجات الشعبية المصرة على الإطاحة بالبشير فشكلت هذه الخطوة ضربة موجعة للحكومة وعلى إثرها تحركت فجاء ردها ممثلا بالعنف واتهام المتظاهرين بالتخريب والعمالة ومقابلتهم بآلة قمعية أدت إلى مقتل أكثر من أربعين متظاهرا بحسب منظمات حقوقية آلة القمع لم تفلح في إسكات الشارع الثائر الذي كسر حاجز الخوف الذي طوق البلاد لثلاثين عاما حيث لم يسبق للسودان في فترة حكم البشير أن شهد هذا الشكل من التظاهرات في زخمها وتنظيمها ونوعية مطالبها ولأول مرة أرغمت التظاهرات السلمية الحكومة على العمل بجدية من أجل حلحلة الأزمات في السلع الضرورية وبدأ المسؤولون يعملون بشكل ملحوظ على توجيه الإرادات المالية لتوفير الخبز والوقود أما حزب المؤتمر الوطني الحاكم فقد أيقن أخيرا ضرورة فتح قنوات الحوار مع القطاعات الشبابية والاهتمام بقضايا التشغيل والتوظيف ورغم محاولات الحكومة احتواء الشارع الغاضب إلا أن الوقائع تشير إلى أن السودانيين لن يتوقفوا في منتصف الطريق مهما كان الثمن باهضا